مية أحمد بتقول سلام عليكم دكتور محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محتاجة مساعدة حضرتك لو أمكن بنتي عندها 11 سنة وكتير بتحس إنها مش مرغوب فيها بين أصحابها وساعات بيتفقوا على خروجات كبيرة بتشمل جزء كبير من أطفال كذا فصل في المدرسة وما بيقولوا لهاش أو حفلات لأعياد ميلاد وبتعرف من الصور إن كل البنات كانوا معزومين معادة هي مع العلم إن محدش منهم بيشتكي منها أو من تصرفاتها خالص وللأسف أنا ساعات بعجز عن بعض الردود بتاعتها لما بكون بتكلم معاها في الموضوع ده وبحاول أعوضها بس مش بقدر أنجح في ده مش بقدر أنجح في ده كل مرة فهل عند حضرتك حل لتعزيز ثقتها في نفسها في الموضوع ده بالذات أو حتى إن الموضوع ما يأثرش في نفسيتها أو حتى حضرتك ممكن ترشح لي دكتور تروح له يساعدني معاها طيب الحقيقة يا أستاذ أمي وكل حضراتكم برضو الحقيقة إن ده سؤال جميل جدا وسر جماله إنه هو من قلب البيوت قوي يعني وارد جدا تكرار مثل هذا الموقف سواء مع الأولاد أو البنات في العمر ده وجماله بقى الآخر الوجه الآخر لجماله إن الموضوع ده إحنا ما اتكلمناش فيه قبل كده فده إن شاء الله يكون يعني فيه إجابة كويسة لحضرتك وطبعا لكل الأباء والأمهات اللي عندهم أولاد أو بنات في سن المراهقة لأن 11 سنة ده خلاص بداية سن المراهقة مش زي ما الناس فكروا إن المراهقة بتبدأ من 15 سنة أو الكلام ده لا الموضوع ده تغير بقية المراهقة دلوقتي بتبدأ من 11 سنة وأحنا من 10 سنين كمان طيب لازم الأول التركيز على تشجيع بنتك يا أستاذ أمي إنها تكون شخصية مستقلة ليه؟ لأن ده التطور الطبيعي اللي المفروض يحصل في المرحلة اللي بتنتقل فيها الطفلة أو الطفل من الطفولة إلى مرحلة المراهقة وهي أصغر من كام سنة كده والحد قريب ويمكن لغاية دلوقتي وهي أصغر هي وإنت كنتم مبسوطين إنها تشبهك دلوقتي إنت برضو اللي لازم تشجعيها إنها تبطل تحاول تشبهك الله إيه علاقة ده بالسؤال أنا بدأت الإجابة بالنقطة دي لإني عايزك أنت كأم يا أستاذ أمي وكل الأمهات ترجعوا أو ترجعي ذاكرتك وموقفك من مسألة العلاقات مع الأصدقاء والخروج معاهم وحضور الاحتفالات المشتركة زي أعياد الميلاد مثلاً اللي أنت جبتي سرتها في سؤالك ليه؟ لأن كتير من الأمهات والأباء كتير جداً من الأمهات والأباء بيعكسوا آراءهم واتجاهاتهم الشخصية على أولادهم حتى من غير ما الأم والأب دول ياخدوا بالهم ده بيحصل كتير قوي زي ما قلت وعبر سنوات طويلة من بداية مرحلة الطفولة والحد بعد كده طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ بعد سنين يفاجأ الأب أو الأم إن أولادهم ما بقاش عندهم حياة اجتماعية حتى ولو بصورة بسيطة أو متوازنة طيب ده كان احتمال عشان كده أنا بدأت به يعني احتمال من احتمالات إجابة السؤال وأنا قلت أو حبيت أن أنا أبدأ به الكلام علشان إذا كان مفيش انتباه لهذه الجزئية أنا قلت لكم رجعوا موقفكم أنتوا الشخصي أنت كأم أو والدها موقفكم إيه من الأمر ده من موضوع الخروجات والكلام ده مش دلوقتي لما كنتوا أصغر أو بشكل عام نرجع بقى للسؤال وجوهره جوهره كان إيه؟ كان في عملية التجاهل المتكرر اللي بيعملها الصديقات والزميلات لبنتك صحي كده؟ طيب أول نقطة عايز حضراتكم تعرفوها وتعرفوها لولادكم وبناتكم إن فيه فرق جبير قوي 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 ما بين الصداقة والزمالة صحي كده؟ وفيه فرق جبير قوي برضو ما بين الصداقة والصداقة المقربة أو الصديق المقرب وأعتقد أن حضراتكم بلا استثناء هتكونوا كلكم مدركين الفوارق دي دلوقتي عارفين يعني إيه زمالة ويعني إيه صديق يعني أنتوا نفسكوا حتى هتقول ده زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو كده أو ده صديق أو لا أو ده صديق مقرب ليها بقى مسميات كتير إحنا بنحب نتكلم عربي بنقول صديق مقرب ما بنقولش بيست فريند أو بيستي أو الكلام ده كله تمام كده؟ طيب يبقى أنتوا فاهمين قصدي أو فاهمين الفوارق دي من غير أي شرح مني يبقى لازم تنبهي بنتك مبدئيا للنقطة دي آه وتعلميها أن الزعل أو العتاب أو الاستفسار لازم يحصل في أقرب دايرة ممكنة ليها وهي دايرة الصديقات المقربات واللي عادة بيكونوا واحدة ونادرا لو كانوا اتنين يعني لو أنت جبتي بنتك كده اللي وقت حالا أو أنت نفسك هتكوني عارفة هتلاقي بنتك نقول أصدقاءها المقربين مين؟ هتقولي فلانا وممكن فلانا وفلانا بس كده يعني في العادي بيبقى شخص واحد أو اتنين على أقصى تقدير ما ينفعش واحد يقول أنا أصدقاء المقربين عشرة ما فيش كده أصلا تمام؟ يبقى وارد أنه يكون التجاهل اللي حضرتك ذكرتيه أو كلمتي عنه في سؤالك من الدوائر الأوسع في محيط بنتك اللي يبقى إيه زي دايرة الزمالة أو دايرة الصداقة العادية والزمالة في المدارس دي يعني عادي خالص صح؟ مش دا وارد؟ طيب من الأسباب برضو فوارق السن هتقولوا لي فوارق السن الزي دا في المدرسة؟ هقول لكم فوارق السن هنا المقصود بيها أن هم يكونوا المحركين لخطوات التجمع أو الخروجات أكبر شوية في العمر حتى لو الفرق في العمر دا ما كانش كبير في الوقت يعني ما كانش كبير يعني ممكن عدة شهور أو سنة مثلا أو كده في الوقت دا الأطراف الأكبر في العمر بتنصب نفسها كقائد للمجموعة وبيفردوا قوانين للتجمعات دي قوانين زي ايه؟ زي اختيار اليوم اللي هنتقابل فيه أو المكان اللي هنتقابل فيه بس قبل بقى دول اختيار مين اللي هيكون موجود وفي موضوع فارق السن دا أنا عايزة نبه حضراتكم لنقطة مهمة جدا هتقولي لي ايه؟ لأ دا هي في فصلها كلهم في نفس السن يعني فرق أيام أو شهور يعني لأ أنا عايزة نبهة كل نقطة تانية إن الروابط بتحصل ما بين الأولاد والبنات في العمر دا يعني بتحصل مش لازم يكونوا في نفس السنة الدراسية وبيكون فيه أسباب للروابط دي زي ايه؟ زي إن هم مثلا بيتجمعوا في أوقات الفسحة أنا بتكلم بالعربي برضو مش البريك يعني الفسحة تمام؟ أو بيتجمعوا في أوتوبيس المدرسة فتلاقي اللي راكب أوتوبيس المدرسة دا حد عنده 11 سنة وحد عنده 13 سنة وحد عنده 15 سنة فاهمين قصدي؟ أو بيتجمعوا في أنشطة فاكرين لو يقولك فريق المدرسة بتاع الموسيقى بتاع رياضة معينة فاهمين قصدي؟ الفريق بتاع المدرسة دا ما بيبقاش من فصل دراسي واحدة أو من سنة دراسية دا بيبقى مثلا من أكتر من مرحلة دراسية فاهمين قصدي؟ وهكذا أحيانا على فكرة بعض البنات الأكبر أنا بناقش معكم كل الاحتمالات أحيانا بعض البنات الأكبر من بنت حضرتك اللي عمرها 11 سنة أنت قلت في السؤال بيلعبوا اللعبة دي مع الأصغر منهم الله لعبة إيه؟ هقولك ومرة تانية قبل ما أقولك ومرة تانية ممكن اللي بيحصل دا يحصل من بنت عمرها مثلا 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة فقط يعني ما يبقاش فارق سن فضيع زي ما أنتم فاكرين اللعبة هي إيه بقى؟ إن البنات الأكبر أو البنت الأكبر دي يشغلوا البنات الأصغر بالتصرفات اللي من نوع دا اللي هو إيه؟ اللي هو التجاهل فاهمين قصدي اللي هو مثلا إيه؟ يبقوا واقفين مجموعة وهي مثلا تيجي تنضم ليهم يسكتوا بعد ما كانوا بيتكلمهم أو ياخدوا وعضهم ويمشوا أو زي ما أنت قلت في سؤال كده يتفقوا على خروجة أو بتاع ويخرجوا ما يقولوا لهاش تي لعبة بيعملوا إيه بقى كده؟ بيعملوا ليه البنات الأكبر في الحالة دي؟ أنا بقولش دا الاحتمال وحيد دا من ضمن هولا احتمالات عشان دايما يكونوا في دايرة التفكير بالنسبة لغيرهم فاهمين قصدي؟ هقولكوا إزاي يعني البنت بقى لعنداتها 13 سنة دي عايزة ناس كتير يفكروا فيها يعني عايزة بقى بنت حضرتك وغيرها 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 يقولوا مثلا هي ليه فولانا دي بتعمل معانا كده؟ هي ليه ما بت لما بسلم عليها بتسلمش عليها كويس؟ هي ليه وإحنا في الأوتوبيس لما بتاع المدرسة لما جيت قعد جنبها رحتها قيمة وقعدة وراء؟ ما فيش أي سبب هو السبب عند الكبار دول هم عايزين يشغلوا الأصغر منهم بالنوع ده من الأكشنز أو التصرفات الولاد عكس كده البنات هما اللي بيعملوا كده الولاد العكس بقى يعني تلاقي ولد أكبر شوية بيحبوا يقربوا كمان من الأصغر منهم يعني تلاقي واحد مثلا ولد عنده 13 سنة أو 14 سنة وفيه فرصة لوجود مثلا ولد عنده 11 سنة أو 11 سنة ونص سنة تلاقيها هيحتضن وكده خليك معنا وخرج ومش عارف إيه الولاد عكس البنات في النقطة دي فيبقى برضو لازم تنبهي بنتك إن في العمر ده فرق الشهور حتى بيفرق بيفرق في التصرفات وبيفرق في الأفكار على فكرة ناس كتيرة ممكن تستغرب من السؤال بس أنا مش مستغرب وأي بيت فيه أب فيه بنت أو ولد في العمر ده مش هيستغربوا من السؤال ده الاستغرب هيجي من البيوت اللي ما فيهاش أطفال ولاد أو بنات مهم لسه أطفال عندهم 14 سنة بس لسه صغيرين مش في السن ده هيستغربوا يقولوا يا وانتوا الموضوع ده مكبرينه شوية ولا بتاعه هقول لكم لا الأباء بقى والأمهات بيكون فيه تعلق بيبقوا عندهم ألأ من تعلق الأطفال ببعض ومحاولتهم الدائمة لكسب ود متبادل وإن هم يقربوا من بعض دي نقطة فعلا بتخوف الأباء والأمهات اللي عندهم أطفال في عمر بنت الأستاذة ميل 11 سنة و 12 سنة خصوصا إيه بقى لما يحسوا إن مكانة الآخرين دول اللي هم زملائهم دول عند ولادهم أو بناتهم مقربة وأحيانا أكبر من مكانة الأب والأم تخيلوا بقى يعني ممكن الأب والأم يحسوا إيه الأب يحس إنه 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 صحاب ولاده أهم بالنسبة لابنه من الأب نفسه والأم تحس نفس الحكاية وطبعا ده غير صحيح على الإطلاق ده غير صحيح لكن طرق تعبير الأولاد والبنات في مرحلة المراحقة بتكون غمضة بتكون غمضة في أوقات كتير ومحيرة في أوقات أكتر فهمتوا قصدي؟ فما تقلقوش من النقطة دي يعني ما تقعدش إنتي كأم تقولي إيه؟ هي ليه بنتي شغلة نفسها قوي بصحابها وبالخروج وكلموها ولا ما كلموهاش وعزموها ولا ما عزموهاش هي يعني إيه؟ ده مديهم أهمية زي ما كون مهمين أكتر مني لا ما تفكرش كده هم مش مهمين أكتر منك ولا مهمين أكتر من حضرتك كأب خالص لكن هم الأطفال في السن ده طريقتهم في التعبير وانشغلهم بالمواضيع اللي زي دي بتكون آسف بقى لازم أقولها بالإنجليزي يعني إيه؟ يعني فيها التعظيم كده بيده للمواضيع أكبر من حجمها ودي سمة من سمات مرحلة المراقة بيده للمواضيع أكبر من حجمها تمام؟ طيب نكمل سؤالنا حضرتك برضو بتقولي إن حالة التجاهل ناحية بنتك متكررة صحي كده؟ انتي قلت في السؤال كده يعني نقدر نقول إن فيه ما يشبه الإجماع على التصرفات اللي تحصل معها دي يعني يبدو لي أنا شخصيا من السؤال إن أكتر من مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء بيعملوا التصرفات دي مع بنتك أنا فهمت كده من السؤال تمام؟ طب ما يمكن بنت حضرتك هي اللي عندها مشكلة في التعامل الاجتماعي مش زي ما انتي قلت بقى هي ما عندهاش مشاكل أو ما حدش بيشتكي من لا يمكن هي اللي عندها مشكلة بنت حضرتك في التعامل الاجتماعي بلاش مشكلة عندها جانب أو جوانب غير مشجعة على التعامل مع زملاء يعني بالبلد كده زملاء ما يحبوش يتعاملوا معاه خلاص؟ طب إيه اللي يخليهم يعملوا كده؟ أنا بتكلم بقى الزملاء والأصدقاء والحاجات دي كلها جايز بنتك تكون كررت الرفض أكتر من مرة لما تقلها نشاط هتعملوا المجموعة دي يعني إحنا على فكرة يا فلانة بنت حضرتك أين كان اسمها إحنا هنخرج في اليوم الفلان إحنا رحين كلنا عيد ميلاد فلان في أكتر من مرة اتعرض عليها مثل هذه العروض وهي قبدة الرفض تمام كده؟ فخلاص فبقوا هم شايفين إن هي مش مهتمة يعني تمام؟ مش هيقولولها كل مرة طيب ممكن برضو تكون بنت حضرتك ليها رأي سلبي أصلا في التجمعات أو النشاطات دي يعني وهي معا معاهم قبل كده تقولون مثلا إيه؟ أنا على فكرة أنا مش فاهمة إحنا ليه بنخرج أو ليه بنروح إلى عيد ميلاد أو هنعمل إيه يعني في العيد ميلاد ده؟ أنا أصلي ما بطبستش في الحاجات اللي زي دي أو هي بقى بتقولهم كده وحتى إذا كانت غيرت رأيها بقى دلوقتي سواء غيرت رأيها عن اقتناع أو نتيجة إحساسها بالوحدة زي ما باين في السؤال فده تغيير الرأي ده ما زال غير كافي ما زال غير كافي لاستعادة جاذبية وجودها وسط مجمعتها من الأصدقاء والزملاء يعني هي غيرت رأيها بس الأصدقاء والزملاء لسه وقفين عند موقفهم اللي هي إيه؟ دي ما بتحبش تقعد معانا أصلي ما بتحبش تخرج معانا ما بتحبش تكلم معانا فاهمين؟ في نقطة تانية برضو في الاتجاه ده ممكن تكون بنت حضرتك خلي بالك وأبقى من نقطة دي عندها قناعات إنها أفضل منهم أفضل من زملائها أو زميلاتها وسواء كانت القناعات دي هي وصلت لها لوحدها أو حد أقنعها بكده زي حضرتك أو مدرسين مثلا أو كده فاهمين قصدي؟ أفضل في أي حاجة بقى أفضل أخلاقيا هي مقتنعة بكدناها مثلا أخلاقيا أحسن من البقين دول دراسيا أحسن من البقين دول رياضيا أحسن من البقين إبداعيا أحسن من البقين في الوقت ده كتير قوي من المراهقين والمراهقات مش بينتبهوا إن التعالي على زملائهم دول حتى ولو كان بدرجة خفيفة أو بشكل هزار ممكن يخليهم مكروهين وسط زملائهم دول تمام؟ إجمالا عشان نطلع الفاصل المطلوب من حضرتك وبنت حضرتك تشريح المشكلة دي بشكل حيادي ومتعمق عشان توصلوا لحل وإذا حسيتم أنتم لتنين إن المشكلة عندكم أنتم مش عند الزميلات أو الصديقات فلازم تبزلوا مجهود في حلها تمام؟